صباح الخير شلونكم أعزائي المتابعين الكرام إن شاء الله الكل زياني بصحة وسلامة اليوم حلقة جديدة وحلقتنا مثل ما شايفين نقوم بجولة حول قلعة أربيل فكونوا معنا طبعا إحنا عملنا حلقات سابقة وكثيرة عن قلعة أربيل وجولنا أماكن كثيرة أيضا في قلعة أربيل مثل ما شايفين هاي الأسواق اللي محيطة في قلعة أربيل ما أقول لكم هي رخيصة ولكن ليست غالية أيضا يعني أسعارها بين البين يعني لا هي رخيصة كلش ولا هي غالية كلش أنا أشوف قلعة أربيل هي من أجمل الأماكن السياحية الموجودة داخل مدينة أربيل يعني حتى فضلها على المولات يعني مكان أثري قديم جميل جدا يعني السوق القيصرية التي تدخلن به يعود تاريخ إنشاء إلى أكثر من 200 سنة طبعا قبل عشر سنوات محافظة أربيل مدرية محافظة أربيل قامت بتجديد السوق القيصرية ورتبتها بترتيب جميل وجيد يعني مثل ما شايفين لكن المعيب الشيء المعيب لأغلبية الناس يلاحظوه لدى تجوالهم في قلعة أربيل هو كثرة الأوساخ يعني كثير ناس يرمون الأوساخ طبعا عمال البلدية أبت ما يقصرون يعني عمال البلدية مشكورين عمال النظافة يقومون بتنظيف القلعة يقومون بتنظيف الساحات المحيطة بالقلعة لكن السياح أهل مدينة أربيل ساكنين في مدينة أربيل يرمون الأوساخ يعني واحد يدخن ججارة أو يكرز حاب أو يقومون نسلة أو بسكيت يعني أو مادرش نجيبه يطلع يرمون في الشارح لغم أكوى حاويات زبالة منتشرة حول قلعة أربيل لكن للأسف ثقافة شعبنا لا يرمون الأوساخ في الحاوية لا يرمون في الشارح ليش؟ ما تعرف ليش؟ يعني حتى ما رأت أشوف سيارات يرمون الأوساخ يفتح جامسا ويرمون الأوساخ يخلي بيدك وبعد يروح لما ترى حاوية تخليها بالحاوي يعني يعني شفت قبل أيام تقرير عن روسيا والله تعجبت يعني كمية النظافة في مدينة موسكو مو بس مدينة موسكو عاصمة روسيا ولكن في المدينة الروسية الصغيرة أيضا نظيفة نظيفة إلى أبعد الحدد يعني والله يعني يعني هذا يعتبر ثقافة شعب يعني شعب هم نظيفة يعني شفت تقرير عن روسيا شفت النظافة يعني يعني أهم شي أو أكثر شرفت انتباهي هو النظافة والتزام بالقانون إحنا أيامنا يعني لما تدخل السوق القيصر للأسف الشديد تشوف الأوساخ في الرصيف رغم أكو حاويات زبالة لكن هذه الحاويات تشوفها فارغة والأوساخ دائر ما دائرها أو واحد يشروع لبطل بيبسي أو سيفين أو كولا أو فانتا أو يرميب في الشارع يعني البطل القوطية بينما يخل في الحاوية ليش ما تعرف ليش يعني هاي ثقافة شعب يعني ياريت إحنا نشوف أو نصير مثل باقي الدول باقي الدول محسن مننا لكن هاي ثقافة شعب اللي نظيف في بيتين نظيف في خارج البيت والذي يوصخ في بيتين أكيد يوصخ خارج البيت يعني أنا أحكيها أنا أركز أو أكرر موضوع النظافة لأن هذا الشيء لما تسور أي بلات حتى الدول الجوالية مثل تركيا مثل إيران أي دول يعني الزراحة تشغون مسألة النظافة كلش كلش مهتمين بيها يعني هاي دول العالمية كلها راح تشوفون بها نسبة النظافة تتعدل نسبة تسعين بالمئة بس أنا أرى تقرير عن روسيا يعني أنا أقدر أقول لكم نسبة النظافة في الشوارع والساحة العامة مئة بالمئة يعني ماكو قطرة الزبل يعني أتمنى أن شعبنا يصير حالة حي بقية الشعوب لأن هاي مسألة الثقافة يعني وتحذر يعني أنت مو تحذرك ترمي الأوساخ في الرصيف أكو حاوية الزبالة خلي بالحاوية ماكو حاوية الزبالة خليها بيديك عندما تشوف حاوية الزبالة خليها لأوسخ في الحاوية الزبالة يعني أو موت تفتح جامل السيارة غوبل ترميل أو سخ من السيارة للشارع يعني وين الاهتمام وين الفقافة مثل ما شايفين نحن نحن بسوق الداونتون يعني هذا سوق أيضا أسعار عنها شفر خيصة مقارنة بالأسعار الموجودة في سوق القيصرية مثل ما شايفين سوق الداوتان سوق كل شكل الشبير الداونتون بنية قبل ثمان سنوات وسبعة سنوات على ما أعتقد كل الشبير الطابق الأول تقريبا فول يعني محلات كثيرة يعني بس الطابق الثاني تقريبا نقدر نقول 50% المحلات بمسلوحة طبعا توجد باصات و سيارات يعني اللي مال 15 نفار في قراج قرب السوق الشيخ الله هذا السوق الشيخ الله موجود إلى الجهن الجنوبية في قلعة أربيل قبل هذا السوق الجملة سوق الشرجة في بغداد يعني هذا السوق الجملة مع مدينة أربيل بورصة الدولار وسوق الجملة مع كل شيء يعني حلويات مواد بناء مواد غذائية يعني ما كل شيء سوق الجملة مع مدينة أربيل يعني ليس معظم يعني نقدر نقول هالبصات تغطي ما يقدر 40 إلى 45 من مئة من مدينة أربيل لها قبل 15 نفر اعتقد سعر النفر لو 500 إلى 750 ما نذكر يعني صراحة مثل ما شايفين نسيحنا نكمل جولتنا في داخل سوق الدولار أسعار مناسبة جدا يعني يعني شوفها أرخص من الأسعار الموجودة في السوق المحلية بقلعة أربيل طبعا دونتون يقع إلى الجنوب من قلعة أربيل يعني يمكن مسافة كلمة واحد يقع إلى الجهة الجنوبية من قلعة أربيل مثل ما شايفين هذا السوق الدونتون سوق كل شيء كبير بكثير كثير أمور تقدر تتبضعون منها أتمنى أنه هذه الحلقة تعجبكم أعزائي المتابعين الكرام وتنال أرضاكم وإذا واحد عندها أي سوق أو سفسار يقدر اكتب ليها بالتعليقات وأحنا أكيد رح نجاوبها إن شاء الله بشيء اللي نعرفها وإن شاء الله ما يكون خاطركم إلا طيب وتقبلوا منها بنهاية الحلقة هذه كل الاحترام والتقدير تحياتي إلكم مع السلامة باي 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 اشتركوا في القناة باي 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 ترجمة نانسي قنقر